اشتركوا في القناة هناك رياح نشطة مثيرة للأترب والغبار في منطقة سواحل جنوب البحر الأحمر تحديد مناطق ليث ومنطقة جازان أيضا درجات الحرارة تكون حول معدلاتها في المنطقة الشمالية وأعلى بقليل من معدلاتها في المنطقة الشرقية بالنسبة ليوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وتنتشر بعض الغيوم العالية في عموم المنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة ترتفع قليلا درجات الحرارة لكن هذه المرة في المنطقة الشمالية وتستمر الرياح الشمالية الغربية الموسمية بالهبوب على سواحل جنوب البحر الأحمر تعمل على إثارة الأتريب والغبار في منطقة جازان يوم الثلاثة بن الله تعود درجة الحرارة للارتفاف في عموم مناطق المملكة ارتفاع إضافة على المنطقة الشمالية ايضا ارتفاع في المنطقة الشرقية تعود درجة الحرارة تصبح أعلى من المعدلات في المنطقة الشمالية يكون التقص أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون محلية الطابع وخفيفة خلال ساعات الظاهرة والعصر في مرتفعات جازان وعسير مع استمرار لهبوب الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأكرب والغبار على منطقة الليث ويضا منطقة جازان بالنسبة ليوم الأربعة ترتفع درجات الحرارة أيضا في المنطقة الشمالية اللي تكون في منتصف الأربعينات في مكن منتبوك وأيضا الجوف والحدود الشمالية تبقى درجات الحرارة مستقرة عند منتصف الأربعينات في المنطقة الشرقية والوسطى أيضا ترتفع درجات الحرارة في مدينة جدة لتتصل إلى 42 درجة مئوية وتستمر فرص زخات الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا تستمر الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأدربة والغبار على منطقة الليث وأيضا منطقة جازان وعموم الاستواحل الجنوبية للبحر الأحمر يوم الخميس بإذن الله تستقر درجة الحرارات لكن تكون الأجواء الشديدة للحرارة خاصة في المنطقة الشرقية التي تكون بين أواصط إلى أواخر الأربعينات بينما تكون في أواصط الأربعينات في المنطقة الوسطى والشمالية مدينة جدة تسجل 41 درجة مئوية وتستمر فرص وطول زخات الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة مجددا في المنطقة الشمالية لتعود وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام أيضا تنخفض في المنطقة الشرقية لتكون في أوائل الأربعينيات وأيضا تنخفض في العاصمة الرياض لتصل إلى 43 درجة مئوية وتستمر فرص وطول زخات الأمطار رعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر على المرتفعات الجنوبية الغربية مع درجات حرارة معتدلة في المرتفعات لتصل إلى 27 درجة مئوية كحرارة مع أمن صغرة 19 درجة مئوية كان هذا كل ما لداني لحد الآن انتظرونا في النشر الأسبوعي القادم السبت القادم وإلى اللقاء